أمم حياتك يلا نروح لكوكب تاني كل يوم احنا قلنا تلاتين رحلة لتلاتين كوكب هنعيش مع أخلاق سامية وعايزين نكرر الحديث كل مرة عشان نفكر إخواننا وأخواتنا وأهلنا وأحبابنا بأن احنا عايزين نقرب أكتر وأكتر وده هدفنا الأسمى أن احنا نرضى ربنا سبحانه وتعالى وأن احنا نقرب من نبينا صلى الله عليه وسلم أنا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة كلنا بال يا رسول الله قال أحاسنكم أخلاقا عايزين نحسن أخلاقنا عايزين نرتقي بأخلاقنا عايزين تبقى أخلاقنا في السماء بفضل الله سبحانه وتعالى عشان ربنا يكرمنا ونقرب أكتر وأكتر من حبيبنا والله الذي لا إله غيره أكبر سعادة نسعادها في الجنة بعد النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى أن احنا نكون في صحبة رسول الله الرجل يأتي إلى النبي ويقول له يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا ميت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة وأنا إذا ميت ودخلت الجنة فإني أخشأ الله أراك فإذا بالحبيب المصطفى يسكت ولا يتكلم وينزل قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يلا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون ركبنا سفنت الفضاء طلعين يلا بنسكر ربنا بنصلى على نبينا صلى الله عليه وسلم وصلنا للكوكب اللي احنا عايزينه النهاردة واللي احنا محتاجينه بجد في تعاملاتنا وأخلاقيتنا وفي دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى وصلنا النهاردة لكوكب الرفق ما كان الرفق في شيء إلا زانا وما نزع الرفق من شيء إلا شانا إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه أخويا حبيبين شنضيع وقتنا تعال نتعرف على سكان الكوكب الجميل دوت ونشوفهم ونقرب منهم ونتعلم منهم كان أول قصر قدام عيننا على طول مباشرة نحن داخلين قصر الصديق ثاني اثنين أبي بكر رضي الله عنه أرضاه اللي النبي قال عنه كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وفي رواية أبي يعلى بسند صحيح أرأف أمتي بأمتي أبو بكر أكيد حضراتكم كلكم عارفين مين هو أبو بكر عارفين رحمته عارفين رقة قلبه عارفين حرصه على الرعي عارفين رفقه في الدعوة إلى الله رفقه في معاملة الناس رفقه في معاملة الكون ده كله لأنه تعلم كل دوت على يدي من رباه الله عز وجل ليربي به الكون كله بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم كان أول قصر هو قصر أبي بكر وأكيد أبو بكر يستحق أن يكون لأصرف كل كوكب لأن أبو بكر هو أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف الأصر التالي بسرعة وفي عجال عشان ما نقدرش ننسى أبدا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فاروق الأمة الأكبر اللي النبي قال عنه إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك اللي النبي قال عنه لو كان نبيهم بعدي لكان عمر بن الخطاب اللي النبي قال عنه إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر عمر بن الخطاب فاروق الأمة الأكبر رضي الله عنه أرضها اللي كان بيجلس بجوار البعير البعير مش المريض طال النهاردة بتلاقي الشاب أو الولد أمه مريضة مش هاين عليه نقولها كباية مية مش هاين عليه يسأل عليها أو يططر عليه لا ألف سلامة يا أمي شفاك الله وعفاك مش قادر حتى يروح معها عند الدكتورة مش قادر ليه؟ لأنه مفيش بر ومفيش ربنا عافينه عافيكم مفيش رقة قلب مفيش رحمة مفيش رفق عمر بن الخطاب مش جالس جنب أمه مش جالس جنب ابنه جالس بجوار بعير مريض وهو يبكي ويقول والله ما أدري ما بك وإني لأخشى أن يسألني الله عز وجل عنك يوم القيامة عمر بن الخطاب اللي بيقول إني لأخشى لو عثرت عنزة في العراق أن يسألني الله عنها لما لم تصلح لها بطريقة يا عمر الله أكبر عمر بن الخطاب اللي في يوم من الأيام جاله واحد رجل فقير جدا ومعه بناته لبسين لبسة مقطع وزقته لبسة لبسة مقطع وهو محتاج أن حد يكس زقته وبناته يروح يقول له كلمات مؤثرة يقول له يا عمر الخير جزيت الجنة أكسب نياتي وأمهن وكلهم في هذا الزمان جنة أقسم بالله لتفعلن فقال عمر ولئن لم أفعل ماذا يكون قال إذن أبا حفص لأمضين قال ولئن مضيت ماذا يكون قال إذن والله عنهن لتسألن في يوم تكون فيه الأعطيات منه وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة فيبكي عمر بن الخطاب ويدخل ولم يجد إلا حلة واحدة كان يمتلكها فأخذها وأعطاها للأعربي وقال خذ يا أخ العرب خذ هذه الجبة ليوم تكون فيه الأعطيات منه وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة الرفق والرحمة واللين والجمال ده كله مين يعمل كده في الزمن ده يا جماعة عمر الخطاب عمر ده كله وبيحكم ستة وعشرين دولة ورغم ذلك يدينه الحلة الوحيدة اللي بيمتلكها ويقول له خذ هذه ليوم تكون فيه الأعطيات منه وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة تعالوا نشوف القصر التالت الجميل اللي بيبرق قصر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أرضاه عمر بن عبد العزيز اللي احنا حاكينا عنه وبنحكي عنه كتير وكتير إنه شبع الدنيا كلها وما لاها خير بفضل الله سبحانه وتعالى لما صار على نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب فيه من الأيام أرسل قتيب بن مسلم لفتح مدينة سمرقند مدينة سمرقند عمر بن عبد العزيز كان يشتهي أن تدخل في الإسلام فأرسل قتيب بن مسلم قتيب بن مسلم علم من أهل سمرقند إنهما ناس شداد صعب جدا هو يخش يحتل المدينة دي إلا مباغتا فدخل فجأة واحتل البلد كلها فبعد أهل سمرقند كان يعرف شيئا عن الإسلام قالوا يا جماعة الناس دولة دينهم ما بيأمرهمش بكده الناس دولة دينهم بيأمرهم إنهم ما يعرضوا علينا الإسلام فإن رفضنا ندفع الجزية وإن رفضنا الجزية يحربونا لكن عشان يخشوا يحتلوا البلد بالسرعة دي لا دينهم ما بيأمرش بكده قالوا خلاص يعرضوا الأمر على أمير المؤمنين بتاعهم فأرسلوا رجلا إلا عمر بن عبد العزيز في المدينة المنورة قباري بقى دخل المدينة فسأل قال أين قصر أمير المؤمنين خلاله ما عندهش قصر طب أين المكان بتاعه أي مكان يعني قاله ما فيش غير بيت صغير كده كوخ صغير طب فين هو قال لواحد قال له امشي في الشارع ده أخذوا كده يمين أتلاقي بقى واحد هناك هو ده أمير المؤمنين فراح فوجد عمر بن عبد العزيز أعزكم الله عمل طين بمية كده يعني مية بطراب عملها طين وعمل بيليس فتحات كتموجودة في الجدار بتاع الكوخ بتاعه إيه ده فرجعنا رجل قال يا أخي أردت أمير المؤمنين فأرسلتني إلى رجل طيران رجل بشتغل في الطين قال له والله هو أمير المؤمنين مش بيصدق روح له والله فراح رجل برضه مش بيصدق فراح لقى برضه شغال في الطين عمل بيليس الفتحات الموجودة في الجدار فقال له أنت أمير المؤمنين قال أجل قال إن رجل من أهل سمرقند أرسلني إليك أهل سمرقند لأن قتيب بن مسلم الذي أرسلته لأهل سمرقند فعل كذا وكذا وكذا فنريد منك أن تقضي بيننا بالإسلام قال له طيب وراح أغسل إيديه وراح جايب ورقة وكاتب إلى قتيب ابن مسلم إذا وصلتك رسالتي فعين قاضيا يحكم بينكم وبين أهل سمرقند الرجل أخذ الرسالة وعمال بيقول لي طب روح بالرسالة أقول لهم يقول لهم رحت الرجل الطيان وبعدين جبتلك الرسالة طب هيعمل إيه معقول الرجل ده اللي كان وقف عمال بيليس الكوخ ده هو ده اللي هيغير الموضوع ويخلي دولة كاملة محتلة يخرج الجيش منها يعمر من ورقة يا عم وخلص نفسك وبعدين فجأة قال طب أنا لو رميت الورقة هم هيظنوا أن أنا ما رحتلوش وهيكذبوني خلص أخذوا الورقة أمري يا الله راح الرجل رجع سمرقند ورح مدي الورقة لواحد كما كان قتيب ابن مسلم ليه هو قتيبه راح فين الرجل عباد ما راح من سمرقند للمدينة ورجع تاني كان قتيب ابن مسلم مات رحمه الله رحمة واسعة فرح مدي الورقة للعينة بعد قتيب ابن مسلم فعين الرجل قاضيا من قضاة المسلمين هناك في أرض الجهاد فقال أجل إن رسول الله ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم أمرنا إن أردنا أن نغزو دولة كافرة أن نعرض عليهم الإسلام أولا فإن أبوا فالجزية وإن أبوا فالحرب ولا نبدأهم حتى يبدأونا لكن يا كتيب ابن مسلم زي ما أنت عارف بقولك تعجل الموضوع لأنه عارف أن أهل سمرقند ناس أشداء فلما وصل الحكم للقاضي قال فأحكم على جيش المسلمين أن يخرج فورا من أرض سمرقند وأن يخرج إلى حدود البلاد وأن يبدأ في عرض الإسلام على أهل سمرقند خرج الجيش بكله يا جماعة الخير يا مسلمين عملكوا سبعتوا عن أي جيش على وجه الأرض دخل البلد واحتل البلد وبعدين خرج لمجرد أن سمع كلمة من حاكم مسلم أو من قاضي مسلم أخرجوا مين يعمل كده المسلمين بس وقرأوا في التاريخ وعرفوا سر عظمة هذا الدين العظيم اللي بيتهم الآن بالإرهاب شوف أديه فخرج الجيش كله وعرضوا على أهل سمرقند الإسلام فأهل سمرقند قالوا إن دينا يحكموا بمثل هذا العدل والإنصاف لدينه الحق فأسلم أكثر أهل سمرقند ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى أخوي وحبيبي دي كانت صورة من رفق وعمر بن عبد العزيز أكيد لازم يكون ليه أصر في كوكب الرفق تعالوا نشوف الأصر اللي بعديه أصر عجيب جدا وهتتعجب له أكتر لما تعرف أن ده أصر هاروني رشيد هاروني رشيد اللي حكم 26 دولة وكان يخاطب السحابة في كبد السماء ويقول أيتها السحابة أمطري حيث شئتي فإن خراجك سوف يأتيني إن شاء الله جل وعلا هاروني رشيد اللي كان بيجاهد سنة في سبيل الله وكان حج سنة سنة في الجهاد وسنة في الحج ويعني الإعلام هو الذي شوه صورة هاروني رشيد وصوروا بأنه وزير نساء عيازا بالله هاروني رشيد كان من أعبد الناس لله جل وعلا وكان يجلس في حلقات العلم للأئمة الكبار رحمهم الله رحمة واسعة هاروني رشيد وهو في حربه لاسترداد القدس جرح قائد الصليبيين تتعجب لهذه الحادثة العجيبة التي لا يرى التاريخه نظيرا ولا مثيلا لها جرح قائد الصليبيين يقوم هاروني رشيد بنفسه يقوم عشان يداوي جراح قائد الصليبيين يا سلام إيه ده إيه الأخلاق دي يعني تخيل حضرتك كده لو إن دولة إسلامية ناردة بتقاتل اليهود ويوم يجي قائد اليهود يصب جراح فقائد المسلمين يقوم عشان يعالجه تخيل الصورة عاملة إزاي عشان كده الناس حبت الإسلام حبت الإسلام من خلال أخلاق يا مسلمين محتاجين نرجع مرة تاني الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثته لأتمم مكارم الأخلاق وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق الإسلام دعوة أخلاقية محتاجين نعيش الأخلاق ديت الدين المعاملة أنا عارف الحديث لا يصح لكن معناه صحيح إن فعلا الدين ده معاملة عاملني أخي عرفني أخلاقك وريني الصدق والأمانة والإخلاص وريني زوءك وريني بسمتك الحانية وريني الرفق والرحمة في التعامل حببني في هذا الدين ما تكونش حجر عثرة بيني وبين الدخول في هذا الدين محتاجين نرجع على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لكن زي ما قلت لك كان أعظم قصر في كل كوكب وسيكون أعظم قصر في كل الكوكب هو قصر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف بقى صفحات مشرقة منيرة بنهديها للكون كله يا رب الناس كلها تعرف وتشوف وبنقول للكون يا ناس اسمعوا وشوفوا أخلاقوا ورفق النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة اشتد إيزاء المشركين بالمسلمين قتل وتشريد وتعذيب وإيزاء حاجة فوق الخيال فقام الصحابة كما عند مسلم وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله ألا تدعو الله على المشركين باللعرك تأمل كذا أتله تشريد وضربه أخذ أموال وسرقة يعني وتنكيل وعذاب لا يخطر على قلبه بشيء إبادة جماعيا الصحابة الحين يسألوا النبي ألا تدعو الله على المشركين وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يقول إني لم أبعث لعانا وإنما بعث رحمة يا الله فعلا رحمة صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف صور من إيزاء النبي في يوم من الأيام النبي كان ساجد عند الكعبة ورموا سل الجزور سل الجزور المشيمة بتاعت الناقة بعدما بتولد وده شيء يعني مقزز جدا نرموه على ظهر النبي ولم يجد له ناصرا بعد الله عز وجل إلا بنياته فاطمة شالت سل الجزور من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم رموا الطراب على رأس النبي كسروا ربعيته وشجوا جابينهم في غزة أحد دبروا تسع مؤمرات لقتل النبي طردوه من مكة وهو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت كل اللي ابتلقى والتهمة في عرضي صلى الله عليه وسلم كل اللي ابتلقى ديت وكان النبي يرد دائما اللهم مغفر لقومي فإنهم لا يعلمون تخيل في غزة أحد اتقتل سبعين من خيرة الصحابة كان من ضمهم حمزة بن عبد المطالب اللي هو عم النبي وأخوه في الرضاعة اللي هو أسد الله وأسد رسول الله والنبي راجع والجراح ملي قلبه ورغم ذلك في اللحظة ديته هو راجع بينظر إلى سفح جبل أحد ويقول اللهم مغفر لقومي فإنهم لا يعلمون تخيل عمرك شفت رحمة طب الرحمة دي تكون في الوقت يعني في وقت عادي إنما في الوقت أزمة زي أحد لسة سبعين واحد من خيرة الصحابة مقتلين اللهم مغفر لقومي فإنهم لا يعلمون هو النبي ما كانش قادر يرد على المشركن النبي كانت قوته بقدي يا جماعة حد عرف النبي كانت قوته بأربع تلاف رجل حديث في البخاري أن أنس بن مالك قال لقتادة إن كنا لنتحدث أن نبيه قد أعطي قوة أربعين رجلا في رواية أبو نعيم في صفة الجنة أن أنس قال لقتادة إن كنا لنتحدث أن النبي قد أعطي قوة أربعين رجلا من أهل الجنة الرجل من أهل الجنة قوته قد يا جماعة ارجع الحديث التبراني في الكبير بسند صحيحا زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مئة رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماعة أربعين في مية باربعة تلاف وريد علق الحافظ بن حجر في فتح الباري وقال وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأربعة آلاف رجل ورغم ذلك في تلاتة وعشرين سنة النبي لم يقتل إلا رجلا واحدا وهو أمية بن خلف بس تخيل ما تيجي تقول بقى أن الإسلام كان حريص جدا على سفك الدماء فين سفك الدماء؟ النبي يمتلك قوة أربع تلاف رجل ولم يقتل إلا رجلا واحدا وكان لها سبب طبعا الرجل كل ما قابل النبي قوله لإن لقيتك خرج مكة الأقتلانك كرر الموضوع مرة اثنين ثلاثة عشر عشرين النبي حسب المهانة ما ينفعش يتقال الكلام ده للنبي فقال بل أنا والله لأقتلانك فأتى للنبي صلى الله وسلم خيل تعال نشوف موقف جميل جدا حديث روال بخاري عن أنس بن مالك أنه كان ماشي مع النبي عسلام في يوم الأيام ولقى رجل أعرابي جاي للنبي من وراء ورح خنق من تلبيبه وقال أعطني من مال الله سبحان الله لو أنت مكان النبي تعمل إيه؟ واحد جاي بيخنؤك هو بيشحك بس بيشحك بطريقة يعني إيه؟ بطريقة يعني هسترية جاي بيخنؤ عشان يشحك بيقول له أعطني من مال الله فاستدار النبي وتبسم وأمر له بعطاء الله أكبر يعني لو واحد ما كان النبي على السلام كان ممكن نركله برجل ومن غير ما حتى بيبصره أو استداره ورح ممدينه أي حاجة في وشه ولا حاجة شوف النبي عمل إيه؟ استدار اهتمام بالرجل وببسم في وشه ورح أمر لها بعطاء شوف تلات حاجات لا تغطر على قلب بشر في الموقف ده عمالها النبي صلى الله عليه وسلم يجي واحد يهودي اسمه زيد بن سعنم زيد بن سعنم ده حبره من أحبار اليهود حبره عالم من علماء اليهود في يوم الأيام النبي استلف منه عشرين صاع من طمر وقال له هردهم لك مثلا مثلا يعني يوم واحد رمضان فالرجل حبي يختبر حاجة في النبي فرح ريحلوا بواحد شعبان مثلا وقال له يا محمد إنكم بنوا عبد المطالب قوم مطلم في الأداء دايما كده بتمطله وتتعبون فلو سمحت إيه يعني قد ما عليك من الطمر فإذا بعمل مخطاب طبعا إيه الراجل بيقول له إنكم بنوا عبد المطالب قوم مطلم في الأداء فعمل مخطاب رحمة الله السيف وقال أتقول هذا يا عدو الله لرسول الله وأنا أنظر وأسمع والله لولا أني أخشى من غضب رسول الله لضربت عنكك بالسيف وإذا بالحبيب المصطفى نهر الرحمة بجد وينبع الحنان حقيقي يقول له ما طلبنا منك هذا يا عمر أردنا أن تطلب مني أو أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب بس ده اللي احنا كنا عايزين منك ثم قال يا عمر اذهب بهذا الرجل إلى بيت مال المسلمين وأعطيه عشرين صاعا من طمر وزده عشرين صاعا جزاء ما روعته أنت لما خضيته ونطعفش الله حصل له بقى فهم إزاي ونتعرف سبحان الله يا رجل الزمنه مات فيها فرح إيه عمر الخطاب ماشي مع زيد بن سعن اللي هو حبر اليهود فزيد بن سعن بيقول له إيه ألا تعرفني يا عمر قال له لا قال أنا زيد بن سعن قال خيبك الله زيد بن سعن حبر اليهود قال له أيها قال له ما الذي حملك على أن تفعل هذا مع رسول الله قال يا عمر قرأت صفة النبي في الطورات والإنجيل فرأيت كل شيء إلا أمرين أردت أن أستغفق منهما قال له ما هما قال أنه يسبق حلمه جهلة وأنه لا يزيده شدة الجهلة عليه إلا حلمه أما وأني قد رأيتهما يا عمر فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأسلم زيد بن سعن من رفق النبي ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف قصة تانية غريبة جدا صور رهيئر يعني والله بقول يا رب يا رب الدنيا كلها تسمع وتعرف قد رفق النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر لما النبي والصحابة أتلوا سبعين واحد من مشرك كريش طبعا يعني كانت موقعة بالنسبة لهم دي بقى كانت يعني يوم الفرقان بقى يعني إيه موقعة فاصلة فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الغزوة كان واحد اسمه صفوان بن أمية مشرك وعمير بن أمية اللي اتنين مشركين النبي في المدينة وهم الاتنين في مكة فقعدين عند الحجر فصفوان بن أمية بيقول إيه والله ما في العيش خيرهم بعد قتل القريب بعد الأخ أبو لهب والأخ أبو جاهل والإخوة الأفاضل هتروا واخبالا يعني فما انفعش العيش هتنفع إزاي عيش إزاي من غير أبو جاهل وأبو لهب والشلة اللي ما يعلم بها لرب من المم فالتاني بقى أخد منه اللفظ بقى كلمة عنه عمير بن أمية قال له والله لو لا دين علي لا أستطيع له قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة لذهبت الآن وقتلت محمدا صفوان كان غني جدا قال له بس خلاص تاهته الإنهم دينك ديني عسى أسدرك أنا الدين وعيالك عيالي هلك إبو عندي واذهب الآن وقت المحمد قال له بس خلاص عمير بن أهب عملي يا جماعة راح مولع نار وراح إيه حاطت السيف في النار لحد دمى الحديد بتاعه حمر وراح مطف السيف في السم فأصبح السيف مسموما بحيث إنه لو ضرب النبي مش في الرقبة لو ضربه حتى في إيه الجسم إيه الدم يتسمم في ساعته ويحدث إيه وفا وعمره يا عمير بن أهب على إيه على المدينة وكان ليه حج يقدر روح المدينة ما حدش يقوله أنت بتعمل إيه لسبب ليه لأنه هو لما يروح المدينة كان ابنه مأصور من أسر بدر فلو حد سأله صنفوان بن أهب عملي قال له خطب فلوس معاك إيه ولو حد سألك أنت جاي المدينة ليه قوله جاي من أجل فكاك أسيري وبالفعل راح هناك عمر ما خطبش يا فقال عمر عمير بن وهب شيطان كريش والله ما جاء إلا لشر راح مسكه داخل بيه عن نبي فقال أطلقه يا عمر قال يا رسول الله إن في يده سيف ده أنا ما درسي قال له أطلقه يا عمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي جاء بك يا عمير قال جئت من أجل فكاك أسيري قال وما هذا السيف الذي جعلته في عمقك ما دمت جاي تفكر أسير بتاع جاي بالسيف ليه قال قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنه يا مبادر شائن ما احنا نضرب نيوم بدر حدا ما جاء نحب الشباب ولا السيف نفت ولا أي حاجة نفت أخي بله فإذا بن نبي صلى الله عليه قال له بل جلست يا عمير أنت وصفوان بن أمية في الحجر لا أستطيع له قضاء وعيان أخشى عليه وضيعة لأن ذهبت لأنا وقتلت محمدا والله حائل بيني وبينك يا عمير عمير قال سبحان الله والله ما أخبرك بذلك إلا الله فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول قطلقوا له أسيرة تاخدوش منه فلوس وأكرموا أخاكم وفقهوه في دين الله ويرجع عمير بن وهب ويكونوا بعد ذلك سببا في إسلام صفوان بن عمير النبي صلى الله عليه وسلم يروح الطائف يدعوهم إلى الله عز وجل ورغم ذلك يضربه النبي صلى الله عليه وسلم وتدمى قدمه ورغم ذلك يأتيه ملك الجبال كما في الصحيحين ويقول يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين والأخشبان جبلان بين مكة والطائف فقال نهر الرحمة ينبوع الحنان لا إني لأرجو الله أن يخرج من أصلبهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا وبالفعل خرج من ظهر أبي جاهل عكرمة وخرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد وهكذا دي رحمة النبي ورفق النبي الأعراب الذي جاء كما عند البخاري جاء ليبول في مسجد النبي والصحابة عايزية له قال دعوه لا تزنموه لا تقطع بوله فلما انتهى قال أهريقوا عليه سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء حتى تطهر الأرض ثم ناد عليه وقال يا أخي العرب إن هذه بيوت الله لا تصلح لشيء من تلك النجاسات وإنما هي للصلاة والذكر وقراءة الكرآن قال أعلم وإنما جئت لأختبر رحمتك فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله في رواية ابن ماجة قال اللهم رحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا سوانا فقال نبيه لقد تحجرت وسعا رحمة الله وسعت كل شيء وأنت تحجرت وسعا قد بالك هذه قصص عجيبة جدا لرحمة النبي الطفيل بن عمر الدوسي وده آخر قصة نذكورها جاء الرجل مرشيك كريش قال له هو أعتسمع له محمد ده كان سيد أهل دوسة في اليمن قال له أعتسمع له إنه يفرق بين الزوج وزوجي وبين الولد وأبيه وبين كذا قال له ده بيفرق ناسك لعن بعضها أعتسمع له فوضع في أذناه كرسفا أطن قال مش هاسمع له خلاص وهو بيتوف حولي الكعبة فالنبي كان بيصلي وبيقرأ الكرآن قال فأبى الله إلا أن يسمعني مما يقوله أو مما يقرأ محمد صلى الله عليه وسلم قال فلما انتهيت من طرف فقلت سبحان الله أنت رجل عقل يا طفيل وتعلم الحلوة من غيره وأنت رجل شاعر فاسمع منه فراح للنبي قال له أنت الذي تزعم أنك يا نبي قال أجل قال أسمعني مما أنزل الله عليك فقرأ عليه النبي الكرآن فاستفادت الأنوار في قلب الطفيل فأسلم في التول لحظة ورجع إلى قبيل الدوس ليدعوم إلى الله عز وجل لكن لسه ما تعلمش أسطوب الدعوة فدعاهم بغلزة فلم يسلم إلي أبوه وأمه وزوجته فرجع للنبي زعلان جدا رجع من اليمن للمدينة رجع من اليمن للمكة ويرجع يقوله يا رسول الله لقد عصد دوس وأبت فدعوا الله عليهم الصحابة حطوا يديهم على رأسهم لما لقوا النبي رفع دي قالوا بس هيدع لهم هتهلك وإذا بالحبيب نهر الرحمة يا أبوه الحنان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم مهد دوسا وقتي بهم فكانت هذه الدعوة سببا فيه هداية قبيل الدوسة وكان من بين قبيل الدوسة بفضل الله ثمرة الزمان وبركة الزمان أبو هريرة راوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخوتي وحبيبي دي كانت عنوين بسيطة جدا عن الرفق الرفق يكون مع مين الرفق يكون مع أبوكمك عامل أبوكمك برحمة حبهم تطب عليهم خذهم في حضنك اسمع كلامهم مدام حاجة مفاش معصير الله الرفق بمين كمان بقى ريبك بصرة أرحمك إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني أحسن إليهم ويسئون إلي أحلم عليهم ويجهرون علي النبي قال له لئين كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظاهير عليهم ما دمت على ذلك الرفق مع مين مع زوجتك حبيبتك أم أولادك والرفق أيضا مع الزوج أبو أولادك الرفق مع مين مع الأولاد الرفق مع الجيران الرفق مع الناس كلهم النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله اتقل الله حيثما كنوا اتقل الله حيثما كنت وأتبأ السيئة الحسنة تتمحوها وخالق الناس دعوتنا دعوة عالمية يا مسلمين دعوتنا مش للمسلمين وبس أول آية في كتاب الحمد لله رب المسلمين لا الحمد لله رب العالمين الله أكبر المولى عز وجل قال عن حبيبي محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين النبي صلى الله عليه وسلم يقول وخالق الناس بيقول لكم حسن نحتاجين الرفق يرجع مرة تانية ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع الرفق من شين إلا شان الرفق يا جماعة الرفق خصوصا في الدعوة إلى الله بلاش نغلز على الناس ارفعوا شعار البسمة والرحمة وارحموا الناس عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم تعالوا نرجع مرة تانية الكوكب الأرض عشان بكرة نروح رحلة تانية الكوكب تاني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوبه إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته استعد معانا يلا وملا قلبك بالأمان كوكب الأرض في زمنا ضيعه فيه المعاني لو تحب تشوف وتسمع صوت بلا لو جاي تاني انسى كل هموم حياتك يلا نروح لك أوكب تاني